بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا إلى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ولد ومتى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا العرب عندهم عادة كانت أو خصيصة من خصائصهم أنهم يؤرخون ما كانوا أميين ما عندهم تقويم فكانوا يؤرخون من الحوادث العظيمة التي جرت في زمانهم يقولون مثلا بعد عامي كذا بعد مثلا زلزال كذا بعد بركان كذا بعد حرب كذا بسنتين بسلاث سنوات بعشر سنوات قبل بكذا فكان عندهم حادثة أعظم هي أعظم حوادث العرب وهي حادثة الفيل وأنتم أظن الجميع يعرفها وسأختصرها بكلمات أن أبره الحبشي وكان ملك اليمن كانت اليمن تابع للحبشة والحبشة تابع للدولة الرومية كان ملك اليمن فرأى العرب يحجون إلى بيت الله الحرام أصنامهم هناك والأسواق هناك يعني مركز لكل العرب قال لماذا يأتون إلى هناك لماذا لا يأتون إلينا وكان مسيحيا فأراد أن يجذب العرب إليه فبنى بناء عظيما يشبه الكعبة وكان من ذهب يقال وسماه القليس وهذا البناء دعا إليه العرب تعالوا إلى عندنا ربما كان قصده دينيا أن يدعوهم إلى النصرانية ربما كان قصده اقتصاديا ربما كان اجتماعيا أو تسلطيا استعماريا ربما كل ذلك أيضا فدعاهم إليه فالعرب طبعا لم يبالوا لأن هذا الأمر مربوط بثقافة عندهم ثقافة إبراهيم ليس دين ثقافة إبراهيم فأحد العرب دخل إلى هذا القليس وتخلى به يعني عمله مثل الحمام تواليت احت تحقيرا له فلما علم أبرها بذلك جن جنونه وقال يجب أن أهدم الكعبة وأخذ جيشا كبيرا والفيلة وأخذ وذهب إلى الكعبة ليهدمه يعلم أن الكعبة بناء كبير لا يهدم إلا بده يعني وكان هو عنده فيل جايبونه من الحبشة فأراد أن يهدم الكعبة لما وصل طبعا قبيل الكعبة أو قبل الكعبة بقليل علي مع عبد المطلب كان جد النبي عليه الصلاة والسلام وكان سيد مكة علي بمقدمه فذهب إلى الكعبة يعني المقاومة مستحيلة ما في التفاوت أبدا فأمسك بأستار الكعبة وقال لهم يعني اللهم إن المرأة يحمي رحله فحمي رحالك إن إنسان يعني يا ربي بيحمي بيته وهذا بيتك حميه إنت أنا ما بيطلع بإيدي سبحان الله هذا دليل أنه كان مؤمنا فثم أمر أهل مكة قال خرجوا إلى الجبال طبعا مكة قريب من الكعبة جدا الآن الجبال أزيلت كانت جبال كثيرة جدا مثل الصفة والمروة كثيرة جدا فخرجوا وصارت الكعبة مثل الكف أمامهم يعني مثل ملعب كرة قدم والكعبة في الوسط كلهم ينظرون ماذا سيحصل وكان يرى أن شيئا سيحصل كان عنده ثقة أن الله سيدافع عن هذا البيت وبالفعل لما وصل أبره إلى الكعبة حاولوا كثيرا رفض أن يتحرك الفيل فإذا من قبيل البحر الأحمر يأتي سواد من السماء ظنوه سحاب أو غيم وإذا به طيور سوداء ترمي هذا الجيش بالحجارة من نار كانت أمر خارق هذا متواتر عند العرب لا يستطيع أحد أن ينكره متواتر عند العرب حتى كل العرب تقول عام الفيل عام الفيل هذا أمر متواتر عند العرب لا يمكن أحد أن ينكره ولو كان فيه خوارق وقد أثبته القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كالطعام المهضوم فهذه الحادثة انتشرت في العرب انتشارا عظيما متواترا كل العرب صارت يعني تقدس هذا اليوم لأن هذا اليوم دافع الله فيه عن بيته يعني مثل عملة صحوي عند العرب وتعظيم زائد لبيت الله ولمكة المكرمة ولعبد المطلب في هذا العام بعد حادثة الفيل بأشهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم فكأن هذه الحادثة تمهيدا لولادته ولد حفيد سيد مكة صلى الله عليه وسلم وسنتكلم عن التفاصيل لاحقا لكن حتى تعرفوا وتعلموا المناسبة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين